إذا منتبعنا كرام في هذا الفيديو ستناولوا أحد المواضيع المهمة التي أثيرت بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية وكانت كذلك ضحية للأكاديب والخزعبلات والفبركة ديال نظام حضرات الجزائر والأبواق الإعلامية ديال نظام حضرات الجزائر اللي بطبيعة الحال معروف على اليوم الكاديب واختلاق أوهام واختلاق وفبركات الأخبار الموضوع متعلق باليونيسكو ومتعلق كذلك بلجنة الثورات ديال اليونيسكو هذه اللجنة لعلم أظن قبل يوم أو يومين قامت بتجديد مكتبها وقامت بتجديد أعضاء لجنة الثورات وهذا اللجنة ديال الثورات منتبعنا الكرام فيه عضويات محدودة هذه العضويات المحدودة كل عضو أو كل عضوين كمثل جهة معينة أو قارة معينة أو تكتل معين في العالم مثلا هناك دول كتمثل الدول السكندينفية وهناك دول كتمثل الدول العربية وهناك دول كتمثل مثلا الأمريكا اللاتينية يعني كل دول كل تجديد يتم انتخاب دول اللي كتمثل جهة معينة في العالم الآن الدول العربية متبعنا الكرام حتى هماك رخصهم يديروا تجديد والدول العربية شنو كديروا كل ما كتجي أو كيجي هاد التجديد ديال هاد اللجنة كيقوموا باختيار دولتين اللي كمثلوا الدول العربية في هاد اللجنة وهاد الاختيار يتم بالتسقية يعني ما كيكونش هناك تصويت ما كيكونش هناك انتخاب بالتسويت كيتم تسقية دول معينة اللي كيكتعطالهم العضوية في هاد اللجنة ديال التورات هاد المرة جاءت النوبة سمعهم زيان جاءت النوبة على الإمارات والجزائل وهما اللي خدوا هاد العضوية ما كين لا انتخابات ولا تصويت ولا اكتساح للأصوات ولا هم يحزنون ما كينك تشي حاجة لأن التصويت ما الدارش أصلا عن المجموعة العربية جاءت النوبة ديال الجزائر والإمارات وده بالمشكل هنا أنه خلال الساعة القليلة الماضية الإعلام الجزائري يلسك يطبلو يزمر وإنجاز تاريخي وغير مسبوك بل وصل الحد لبعض الأبواق الإعلامية يقولوا على أن الجزائر هي اللي سترقص هذه اللجنة وهذا خبر لا أساس له من الصحة خبر لا أساس له من الصحة الطامة الكبرى هنا متابعينا الكلام أن هذا الشي الآن اللي كتب بله الإعلام الجزائري والبوصبعي المصحمر داروا المغرب سنوات هادي دبديكش اللي عايش لنا الآن المغرب داروا سنوات هادي بل الأكتر من ذلك خلال التجديد ديال المكتب ديال الجمعية العامة ديال اليونسكو وتم انتخاب المغرب كنائب للرئيس oatmeal المغرب يعمل منصب نائب الرئيس الجماعية العامة يونيسكو وصل لهم الدور وصلت لهم الدور لجنة التوراة ولمغرب لم يشتش فيها منذ سنوات المغرب أصلاً كلمترأس لجنة التوراة أعلم أنه كانت مختلفة لهم المغرب يشترونها في حالة سنوات وسنوات ولمغرب تم انتخابه وحامل مرأة رئيس للجنة التوراة وكانت ترأس الجلسات ومجموعة من الأمور فاليوم هذا التطبيل الذي تبليه الإعلام الجزائري والأبواء دليل على الإفلاس دليل على الإفلاس نفس التطبيل الذي كانوا يديره كانت حضارة الجزائر خدت عضوية غير دائمة لمدة سنتين في مجلس الأمن ماذا كانوا يقولون؟ كانت حضارة الجزائر خدت عضوية وكانت متعصل على قضية الصحراء الغربية وكانت خسر هذه القضية وكانت استقلال على الإفلاس من مجموعة من الأمور وكانت تطبيل ووضم وغير وكانت تبليل مجموعة من الأمور ما يحدث عن جزائر خدت عضوية غير دائمة مع العلم أن المغرب يحصل على العضوية عضوية غير دائمة في مجلس الأمن أن هذا العقل يتفه against النظام مثال الجزائر إذن سيراليون صاحبه جزائر أعلى تأثير من نظام حيث الجزائر من ق福 الأد satisfied سيراليون صاحبه موجودية أيضا – ذي لابد صاحبه ودوله وصلهاد غير وزن للتأثير عن المستوى الضرنية – لأنه قادر أن يوم الأسوال يصل معهم هذا حسب المنطقة لكن اللي كده حكني نعم وهو أنهم ده في 2024 يلا عايشين الحالة دي المغرب في 2015 ولا 2014 ولا 2010 يلا عايشين الوضعية دي المغرب في هذه الفترة هذه أبس عارفوا بأننا سبقناهم لمجموعة من الأمور ممكن لا تتبال ولا تزمر ولا يحزنون تم انتخاب المغرب نائب للرئيس دي الجمعية العامة دي لونسكو ما سمعنا لا تتبال ولا تزمر ولا ولا معرفة ماذا من هذه الخزعبات اللي دارينا هما وخارجين يكتبوا على أن سلو الجزائر ستتفعل في التورات ستتفعل في التورات ومعرفة ماذا والهضراء الخاصة هذا كل ما منه لا يمكنهم أن يفعلوا شيئا لأنه أصلا لجنة التورات ليس هي المسؤولة بشكل رئيسي على التوتيق للملفات التورات كان هناك الإجانة مختصة كان هناك خبراء مجموعة من الضوابط ومجموعة من القواعدات وصحب اليوم لاعبين بلاستيشن لاعبين داما لاعبين ليس هكذا تقام الأمور فبالتالي هم الآن لم يتطبقوا ويزمروا ويغيطوا ويعيشوا الحالة لكن عيشها المغرب 2010 أو 2014 أو 2012 لأننا سبق لهم بسنوات ضوئية والمغرب تم انتخابه كنائب للرئيس اليونيسكو لا تطبيل ولا تزميل أمور عادية جدا يحاولون أن يختلقوا حدث لكي يتحدثون لكي يتحدثون لكي يتحدثون لكي يتحدثون لكي يتحدثون لماذا؟ لأنه مصلول درجة الإحباط والفشل المتكرر لدرجة على أن أبسط الأمور يحاولون يكبروها ويردوها لماذا؟ وطبيعة الحال عن طريق يزيدون الكدوب من هنا وفبركة من هنا وفبركة من هنا وأوهام من هنا وأنا أعرف الكدوب في الأبواق الإعلامية في نظام حدرات الجزائر فكل ما تم تداوله من طرف الإعلام الجزائري والأبواق خلاله الساعات القليلة الماضية هي مجرد أكاديم في أكاديم الجزائر لا يوجد رئاسة للجنة التوراة للونسكو لا يوجد تأثير داخل اللجنة لا يمكنهم أي شيء دورهم لن يقتصر أكثر على تمثيل الدول العربية المجموعة العربية مع الإمارات الإمارات التي يقولون عليها عدو وتحارب الجزائر ومعرفت أنهم هم لقوا الإمارات أنفس معهم؟ إذا نبدأ المفهوم سنقوم بالإمارات ومعهم سنقوم بالنائب الرئيس للجمعية العامة لونسكو الناس الذين يمتلكون بالوزن والهيبة والتأثير ومعرفة على الأزمات الحليب والزيت والماء والكهرباء وما إلى ذلك من هذه الأمور متابعين كرام أراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل عشبه المترجم للقناة